اتفاقيات كثيرة تلك التي وقعها العراق مع طهران في آذار الماضي بقطاعات مختلفة منها النفط والغاز والكهرباء والتجارة والمصارف هذا بالإضافة إلى تنمية التعاون السياسي مع العراق وبعدها جاء قرار الإدارة الأمريكية بعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة للدول من حضر شراء النفط الإيراني هذا القرار بات يؤرق مراكز صنع القرار في العراق محللون وجدوا أن هذه العقوبات ستؤدي إلى حدوث حالة من التخبط في مراكز القرار السياسي والاقتصادي في العراق فيما وجد آخروننا الإدارة الأمريكية تدرك أن غلق منافذ بلاد الرافدين أمام طهران كفيل بحل أزمات المنطقة كفة صناعة القرار العراقي لم تكن بيد الحكومة أطلاقا بقدر ما أنه هي قضية توافقية تجمع أمسجة الطيف السياسي ليخرج ولذلك أراها مشتتة تارى تنحو أو تقترب من الجانب الأمريكي وتارى تقترب من الجانب الإيراني وتارى أخرى حقيقة يعني تحمل الوقفة الثالثة تحمل المعنيين أو تحمل التأويل ويعتبر محللون أنه وعلى الرغم من التصعيد الذي وصل دروته بين طرفي الصراع إلا أن كل المؤشرات لا تدول على وجود حرب وشيكة في المنطقة رغم أن التصعيد ويتصور البعض أن التصعيد الأمريكي على إيران وصل إلى دروته لكن ليست هناك حرب متوقعة في المنطقة أمريكا لا تستطيع أن تنفذ ما تمليه أو ما تقوله بالشكل الواضح أمام بعض الدول وأمام بعض الشعوب تعرف جيدا أن إيران تختلف عن بقية الدول المنطقة أو الدول الأخرى إيران تمتلك قوة إيران توصل اليوم بهيمنتها وقدرتها على حصار إسرائيل ولربما أن تتعدى ذلك فبالتالي أمريكا تعي كل هذه الأمور وتعي هذه الظروف تعاملها مع الإعلام بالقضية الإيرانية يختلف عن الواقع الحقيقي لأن أمريكا تعرف كيف تتعامل في هذا الجانب وإيران تعرف كيف تأخذ ما تريد من خلال أيضا الجانب السياسي مراقبون قالوا أن العراق أصبح الساحة للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة لذلك لا بد من غلق منافذ العراق لكونها تعدى ممرات استراتيجية لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وقد يمكنها من إحكام السيطرة على مفاتيح تحركات إيران في المنطقة وتدرك أمريكا مدى مركزية العراق في الاستراتيجية الإيرانية لذلك فأن كل الزيارات الأمريكية للعراق تهدف للضغط على الحكومة العراقية للالتزام باستراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران وعدم فتح المنافذ العراقية أمام طهران للالتفاف على العقوبات ترجمة نانسي قنقر